بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا يوم استبت هو يوم السعادة يوم أصحاب السعادة يوم أهل الإقبال على الزواج وكمان الإقبال على تجديد الحياة الزوجية وعشان كده احنا دايماً أهدفنا في هذا البرنامج هو الوصول بالسعادة للشباب وتأهلهم بصفة عامة خصوصاً فيما يتعلق بالحياة الزوجية مش أنا الوحدي اللي بعمل كده في الحقيقة الدولة كلها بتتدافر عشان تدعم الشباب بكل ما لديها من قوة ليه طيب عشان في الحقيقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرته بالشباب وعشان كده احنا شفنا حاجات كتيرة جداً جداً من أبرزها مؤتمرات الشباب والنهاردة شفنا خبر أن الجمعية العامة لأمم المتحدة اعتمدت قرار حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودرع في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز وصولهم لأفضل مستوى من مستويات العمل وكان التجارب فيما يتعلق بالنص على التجارب في مؤتمرات الشباب ومنتدات الشباب في مصر كان في وسط هذا القرار والترحيب الشديد بما قامت به مصر في منتدات الشباب منتدات الشباب في شرم الشيخ بنسخه الأربع في تمكين الشباب وتحت الفرص لهم لتطوير قدرتهم وأنا كنت عمر الورداني كان أحد البرامج التي تتعلق بالشباب في أحد مؤتمرات الشباب فجأت أني صورتي موجودة في مؤتمر الشباب إيه الحكاية صورتك موجودة ليه أصل أنت في برنامج مودة اللي هو برنامج التي تقوم بالدولة بدعم الشباب في مسألة مقومين على الزواج صحيح إحنا ذلك الترحيب وتلك الإشادة بما قمنا به في مسألة دعم الشباب بشكل واضح فيما يتعلق بمسألة مؤتمر ومنتدات الشباب كان أمر عن جدارة لأن إحنا خايفين على مستقبالنا ولذلك إحنا بندعم فكرة الأمل وبندعم كمال الشباب عشان يوصلوا إلى أفضل مستوى وتظل حياتنا هنا في مصر شايفين أن الشباب قيمة إضافية وشايفين أن الشباب حل وشايفين أن الشباب مفتاح من مفاتيح السعادة وشايفين أن الشباب على طول مدد من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة وعشان كده اهتمينا اهتمت الدولة بمؤتمرات الشباب الأربعة بنسخ والأربعة في شرم الشيخ وكان على طول ده ملاحظ من العالم كله تعالوا بقى نكمل كلامنا مع الشباب ترجمة نانسي قنقر